في الشان السوري ارتفعت حصيلة الضحايا غارات قوات الأسد على الغوطاء إلى أكثر من مئة قتيل بينهم عشرون طفل في حصيلة يومية هي الأعلى في المنطقة منذ مطلع عام 2015 كما تسبب القصف وفق المرصد بأصابة نحو 450 آخرين بجراح وفاد المرصد أن الدوية القصف والغارات الجوية كانت تسمع طيلة ساعات الليل فيما لم يفارق الطيران الحربي أجواء المنطقة